السلام عليكم نتمنى تكونوا لباس عليكم اليوم اخر جمعة من الرمضان نتمنى يكون رمضان دازالة خير اليوم نقدم لكم بغرير معمر هنحتاج ربعة ديال الكووس ديال الماء ربعة ديال السميدة معلقات السكر خمرة ديال الحلوة 6 جرام خمرة الفورية 7 جرام شوية الملحة ومعلقات صغيرة ديال الماء اختيارية الي بغى يديرها ما بغاش يديرها ما يديراش هنايا نخلطو نحطو الماء واللول ونزيدو سميدة اربعة ديال الكووس وخمرة ديال الحلوة ونزيدو خمرة ديال الفورية ضرورية وقبيثة الملحة وكيما قلت ما تزهر اللي بغى يديرو يديرو ما بغاش يديرو لا ما تديرو ماشي ضروري هاد البغرير هاد يوجد في تقريبا نحسبولو خمسة دقايق ديال الخلاط في الخلاط الكهربائي ونخلي ويرتاح من بين 10 دقايق تل 15 دقيقة في هاد المدة هادي امشي وودنا نوجدو الكريمة ديالنا اللي هيتها هي سهلة اللي عندكم كين جبان كين الفرماج طري ديروها يعني ماشي ضروري ديرو شحة اشي ماركة او هادا اللي عندكم في الدار يعني هاد يوجد هوا بغريره جديد اه ايجيزوين ويبغيه الكبير وصغير انا بعدان بغيه ايكون معمر محشو بهاد الكريمة ايجيزوين واللي بغي يديرو للطريقة العادية ديالنا التقليدية راتي العسل وزبيدات اياما ماشي مشكلة المهم هنا هنخلطو في الخلاط الكهربائي تقريبا خمسة دقايق ومن بعد نخلي وهي ارتاح اه 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 كما قلت عشرات الى خمسة دقيقة على حسب حرارة المطبخ اه اه وفي هذا الوقت هادا همشي نوجده الكريمة ديالنا ودابعا نوجده الحشوة ديالنا او الكريمة ديالنا هنا عدنا اه 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 او الفرماج ممكن نديرو الجبنت او بوحده تجبنت قادي الغرض ماشي مشكلة هنه هنديرو اه جبن اه الفرماج عفوان الفرماج طاري اه جوج مع القبار اه 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 ومن بعد هنزيده هامه هنه هنه يجوج مع القبار كما تشوفه ومن بعد هنمشي ونزيده هاد القشته او الكريمة الماتباع اللي ما عندوش ماشي ضرورية اه 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 تديروها اه 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 ممكن تديرو الفرماج المكعبة الفرماج اللي كين او جبن بوحده اه تواهي جزوين من بعد انزيده معلقة كبيرة ديال العسل الحر او العسل العادي اه اه صافي نخلطو اه نخلطو مزيان باش يتخلط العناصر كلها تخلط ومن بعد نخليوها اه جانبا باش نمشي ونوجدو البغرير ديالنا اه وصافي هنا ينشوفه قال عناصر تخلطت ولات كريمة عندنا تلون ديالها بزوين سافي نمشي ودابا نخليوها ترتاح ومشيو تحنا نوجدو البغرير ديالنا اللي هيكون دابا خمر ورتاح مع رسو هيا دابا البغرير اللولا ديالنا اشتيا كيفاش تقفعت يعني جاته هي هديك سافي ونخليو نحطوهم على توب نقي على ما يبردو شوية وباش نمشيو نعمروهم بالحشوة ديالنا الحشوة ديالنا اللي هتكون نديرو شوية في الوسط كما هتشوفو ونسدوها هي بلا ما محتاجة نسدوها بالمولش هجا نوركو شوية ونسدوها بالجوانب ونحطوها في طبق تقديم هيا رسا لضغياتو جدو كل شيء تعجبو هاد الطريقة هددية اللي هنديرو اصلا ديما نديرو اللي عيد هوا جاي الواحد يديرها في العيد ما هتخسرش تخليها في طلاجة يوم يومين ثلاث ايام ما تخسرش ومن تبغيو تقدموها تكبو عليها العسل يكون سخون اللي خليتوها في طلاجة ولكن انا على ضمانتي هتحطوها على الطير ما هتبقاش كل شيء تعجبو وتزوقوها بالبستاج هنا عندنا البستاج اللي عندو اللوز طوام هرمش يزينوا بها يعني هي ماشي مشكل تزين في الأخر سافي وتكبو عليها ما محتاجش لعسل ولو سافي بصحاء ولهانا انتمنى تكون عجبتكم وجربوها وردو عليها را هتعجبكم بزاف هادي الطريقة حسن من الطريقة التقليد يلي كاين عامرة يعني تشبعتها في الفطور كانت تشبع وصافي انتمنى تكون عجبتكم كي مشتو شوية العسيلة والبستاج وبصحة والراحة وانتمنى تكون عجبتكم الوصفة ما بقى ليها إلا ندردر عليها بزعب ديال الحب وعيدكم مبارك وابوسة كبيرة عليكم وبسلام عليكم اشتركوا في القناة